اشتركوا في القناة وبركاته درسنا لهذا اليوم يا شباب من الدروس الشيقة والممتازة والجميلة التي متعلقة بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم طبعا دروس السيرة تعتبر دروس شيقة جميلة حلوة مفيدة ممتعة بنفس الوقت درسنا لهذا اليوم في السيرة النبوية ويتكلم عن صحابة رسول صلى الله عليه وآله وسلم في الهجرة معروف الهجرة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة اتحوا الشباب على صفحة 66 وراح نتعرف على العناصر المهمة التي سنتناولها في درسنا لهذا اليوم بالنسبة للعنصر الأول الذي سنتكلم عنه هو التمهيد وسنتعرف في التمهيد على مقدمة بسيطة ثم أيضا راح نتعرف على ما هي أسباب الهجرة لماذا هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة ما هو السبب ثم أيضا راح شباب نتعرف على بعض مواقف الصحابة رضوان الله عليهم في الهجرة هناك مواقف حدثات راح نتكلم عنها إن شاء الله سبحانه وتعالى فشدوا حيلكم عشان نستفيد وعشان نستمتع بما حدث بهذه القصص ثم العنصر الرابع يا شباب والأخير في درسنا لهذا اليوم هو الجزاء الذي أعده الله تعالى للمهاجرين من ترك ماله وأهله وبلده ووطنه وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ما هو جزاؤه عند الله سبحانه وتعالى يلا نتعرف يا شباب نبدأ شباب نسمع لهذه الآية الذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولا أجروا الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إذن شباب الذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا ما هاجروا يعني كذا أعتباط والله يعني تنزه والله لا ظلموا في داخل مكة فاضطروا للهجرة من مكة لأتركها بسبب الظلم الذي لاقوه من أهلها فالله سبحانه وتعالى قال لهم لأنكم هاجرتم تريدون الأمان لدينكم سنبوئكم في الدنيا حسنة ولا أجروا الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون يعني الله سبحانه وتعالى كأنه يعيدهم بالنصر والظفر والتمكين وحسنة الدنيا هي كل خير وأجر الآخرة هو الجنة طيب شباب حال المسلمين في مكة بعد بيع العقبة الثانية رجع مصعب بن عمير إلى مكة وحضر في ذلك العام عدد كثير من أهل المدينة مسلمين وغير مسلمين وقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم خفية ثلاثة وسبعين رجلا وامرأتين وبايعوه على النصرة وكان أول من بايعه البراء بن معروف واختار الرسول صلى الله عليه وسلم منهم إثني عشر نقيبا تسعة منهم من الخزرج وهذه هي بيعة العقبة الثانية أنت ممتاز يا أبوي نعم إنها بيعة العقبة الثانية وعندما علم مشركو قريش بهذه البيعة اهتابوا وخافوا من أن تقوى شوكة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا يتآمرون لمقاومة هذه القوة الجديدة ففي تلك الأثناء أذن الله عز وجل للنبي وصحبه بالعجرة إلى المدينة المنورة فأخذوا يهاجرون أفرادا وجماعات إذن شباب من خلال القصة يتبين لنا أنه كم كان عدد المهاجرين 83 رجل ومرأتان هاجروا من أو بايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيعة العقبة الثانية وشباب سبب الهجرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قعد مع الصحابة في مكة 12 سنة وهم يدعون أهل مكة إلى الإسلام ولكن المشركون أبوا إلا الرفض وليس الرفض فقط يا شباب أصروا وعاندوا وضيقوا على المسلمين أشد التضييق وحاربوا المسلمين بكل وسائل المحاربة والإيذاء والتعذيب عذبوهم أشد العذاب فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن لصحابته بالهجرة فبعد أن عرف المشركون يا شباب خبر مبايعة الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم الذي هم ثلاثة سبع رجل ومرأتان عند العقبة هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين الذين أوذوا وعذبوا في مكة قال لهم خلص يعني هذا الدار دار عذاب فهاجروا إلى المدينة فهناك سيحفظ الله عليكم دينكم وأنفسكم وستكونوا بعيد عن العذاب والإهانة وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين فما معنى لابتين يا شباب ما معنى الحديث رأيت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين اللابتين يا شباب هم الجبلين العظيمين فالمدينة هي أصلا بين جبلين فإذن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يطمنهم ويقول لهم أن هذه الدار ستنبسط فيها وترتاح وتستانسوا ما أحد بيتعرض لكم لا بأذى ولا بتعذيب إذن هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة وحدثت الكثير من المواقف وهنا عبد الله يقول المهاجرون رضي الله عنهم كانوا مثل أعلى في الطاعة والتضحية بالنفس والمال في سبيل الله عز وجل كيف يا شباب من يقول لي كيف كانوا مثل أعلى في الطاعة والتضحية بالنفس والمال شباب المهاجرون هؤلاء هم أهل مكة وساكنين في وكة أهلهم في مكة أموالهم في مكة مزارعهم كل شيئهم في مكة فلما أسلموا عذبوهم المشركون في مكة فتركوا نساءهم وأولادهم وبيوتهم ومزارعهم ومتاجرهم وكل شيئهم في مكة وهاجروا إلى المدينة ليأمنوا على دينهم هذا من أعظم الأمثلة في الطاعة والتضحية بالنفس وبالمال في سبيل الله عز وجل في سبيل أن يرضى الله عنهم فواجب علينا يا شباب بما أن هذه تضحياتهم وهذه طاعتهم لله ولرسوله واجب علينا حب المهاجرين رضي الله عنهم والاختداء بهم فهم مثل أعلى لنا في طاعة الله سبحانه وتعالى طيب من المواقف التي فعلها الصحابة المهاجرون رضوان الله عليهم في الهجرة هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه صديق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو زوجته عائشة رافق الرسول صلى الله عليه وسلم في هجرته وكان هو الصاحب والصديق والمرافق له من حين خرج من بيته إلى أن وصلوا إلى المدينة فهذا ضحى بنفسه وهاجر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له هذه الأمارات علمه حقما فأعيدها لأصحابها فطبعا عدها علي بن أبي طالب لأصحابها وبعدها بثلاث أيام لحق مع المهاجرين وهاجر علي بن أبي طالب بعد الرسول بثلاثة أيام يا شباب إذن هذا أبو بكر وهذا علي أما أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه أيضا خرج مهاجرا في سبيل الله مع زوجته وولده فهنا المشركين اعترضوه وأهل الذين هم أهل زوجته قالوا أنت يعني ما في مشكلة هاجر لكن زوجتك وابنك ما لك شغل فيهم هذه بنتنا وما رح نخليها تهاجر معك فطبعا أخذوا علي زوجته فتركها وهاجر وحيدا ثابتا صابرا متوكرا على الله سبحانه وتعالى لأن الشدة والعذاب اللي لقوه هو الذي جعلهم يتركون أزواجهم وذرياتهم ومتاجرهم وأموالهم في مكة وهذا يا شباب صهيب بن سنان الرومي الذي يكن بأبو يحيى طبعا هذا كان تاجر يا شباب وكان الرجل عادي ثم تطور في داخل المكة إلى أن أصبح متحدة دكان وصار تاجر كبير فلما أراد أن يهاجر إلى المدينة لحقه الكافرين المشركون وقالوا له جئتنا وأنت ما عندك شيء ولا عندك مال واليوم لما أصبح عندك مال تريد أن تلحق بمحمد ما رح نخليك مستحيل فقال لهم صهيب أرأيتم إن خليت لكم مالي يعني خذوا مالي كله بس خلوني أهاجر فقالوا خلص إذا ما تعطينا مالك ومتاجرك فتركناك فطبعا ترك لهم ماله فأول ما وصل إلى المدينة وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق أول قبله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع أبا يحيى وفي نارة ربح البيع صهيب هو أبو يحيى فربح البيع صهيب ربح البيع صهيب كأنه باع تجارته وأمواله لمن يا شباب لله سبحانه وتعالى تركها طاعة لله وطاعة لرسوله وفارا بدينه من أذى وتعذيب وإهانة المشركين وهذه تضحية عظيمة يا شباب إذا كان هؤلاء ضحوا بدينهم يعني ضحوا بأموالهم وضحوا بتجاراتهم وزوجاتهم يعني فما بال أحدنا يا شباب يتكاسل عن صلاة ولا عن شيء بسيط جدا فتضحيات هؤلاء تجعلنا أكثر طاعة وأكثر عبادة وأكثر صلاة وأكثر محافظة على جميع العبادات إذن يا شباب أبو باكر وعلي وأبو سلمة وصهيب رضي الله عنهما أرضاهم من الأمثلة العليا لنا في الطاعة الله سبحانه وتعالى والتضحية بالنفس والمال في سبيل الله طيب يا شباب هنا أريد منكم من خلال ما درسنا ومكالل ما تعلمنا عن هؤلاء الأربعة الشباب الأبطال نتعرف على أصف كل صحابي من خلال المواقف السابقة بصفة مناسبة له يلا شباب نقلنا أبو باكر رافق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي هجرته من مكة إلى المدينة فما هي الصفة التي يمكن أن نصف بها أبو بكر الصديق يلا يا أبطال يلا يا شباب يلا أحسنتم يا شباب إنها الشجاعة والإخلاص والوفاء والصدق إذن شاجع يعرف أن الرسول مطلوب للأعدام ومطلوب للقتل ومع ذلك رافقه في سفره مع أنه لو مسكوه عارف أنه بيقتلوه لكنها الشجاعة وإخلاص لله سبحانه وتعالى ووفاء للصاحب والصديق والصدق وأيضا في طاعة الله وفي عبادته أحسنتم وأبدعتم أما علي بن أبي طالب الذي نام على فراش النبي ورد الودائع فما هي الصفة التي يمكن أن نصفه بها يا شباب نام على فراشه وهم وطلوب إذن فعلا يا شباب أحسنتم إنها الشجاعة والأمانة والتضحي الشجاعة ما بعدها الشجاعة أمانة رد الأمانة إلى أصحابها ضحى بنفسه وأيضا لحق بها مهاجر إلى المدينة وترك أهله وبلده طيب أبو سلمة الذي اعترض أهل زوجته زوجته وولده وتركوه يسافر بدون الزوجة والولد بماذا نصفها أبو سلمة يلا يا شباب يلا يا شباب إذن الصبر والتضحية صبر على فرق زوجته وولده وضحى أيضا في سبيل دينه وتركهم وذهب إلى المدينة طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما سهيب الرومي الذي ترك تجاراته ومحلاته وإنما نقول أحنا دكاكينه وهاجر إلى المدينة فبماذا نصف سهيب الرومي يا شباب يلا يا شباب إذن الذكاء والتضحية والوفاء الذكاء كانوا يمسكوا فقال لهم أتركوا لكم مالي وتخلون سبيلي خلوني أسافر بس خذوا أموالي فنجى بنفسه وضحى بماله ووفى مع الله سبحانه وتعالى ومع رسوله صلى الله عليه وسلم هذه أربعة نماذج شباب وأربعة من القدوات التي نقتدي بها في حياتنا العملية طيب يا شباب أستنتج الجزاء الذي أعده الله تعالى للمهاجرين في الدنيا والآخرة هيا شباب من خلال الآية القرآنية الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يا شباب من خلال هذه الآية يا الله ما هو الجزاء الذي أعده الله تعالى للمهاجرين في الدنيا والآخرة الآية واضحة يا شباب وبين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظموا درجة عند الله إذن لهم الدرجات العظيمة والمكان العالي فالجنة درجات وهؤلاء نالوا أعلى الدرجات في الجنة وأولئك هم الفائزون إذن يا شباب أمو عبد الله هنا تقول لنا أن للمهاجرين جزاء عظيم من الله عز وجل فلهم الثواب العظيم ولهم رضى الله تعالى في الدنيا والآخرة رضي الله عنهم في الدنيا والآخرة وغفر لهم وأعد لهم الثواب والأجر الكبير أحسنتم يا شباب وأبدعتم طيب شباب سؤال هنا مهم جدا يسأله عبد الله لكم يقول لكم كيف نقتدي أو كيف تقتدي بالصحابة رضي الله عنهم في حياتنا يلا يا شباب الصحابة درسنا مواقفهم أبو باكر وعلي وأبو سلام وصهايب وغيرهم اللي هاجروا مع النبي كيف نقتدي بهم في هذا الزمان وفي حياتنا نحن يلا يا شباب نقتدي بهم بسنو نقتدي بهم بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم نقتدي بهم بأن يعني نحافظ على الصلاة نطيع الوالدين نطيع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما أمرنا به أيضا نأتمر بأمر الله تعالى الذي يعني جاء في القرآن الكريم أو على لسان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أحسنتم وأبدعتم يا شباب ويعطيكم العافية طيب شباب درسنا كان شيء وكان ممتاز وكان جميل ومشاركاتكم طيبة ورائعة وممتازة إذن ما تعلمناه اليوم في هذا الدرس هو شنوه رغم واحد يلا يا شباب ركزوا معي فضل المدينة المنورة عظيم فقد اختارها الله تعالى عز وجل دارا للهجرة إذن المدينة المنورة لها فضل كبير ولها أجر فالله هو الذي اختارها كدار لهجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رقم الثاني يا شباب المهاجرون يعني المقصود بهم أهل مكة اللي تركوا مكة وهاجروا إلى المدينة مثل أعلى في الطاعة والتضحية بالنفس والمال في سبيل الله أمرهم النبي قالهم تركوا أموالكم تركوا حلالكم تركوا زوجاتكم يلا هاجروا إلى المدينة قالوا سمعا وطاعة يا رسول الله ما قول يا رسول الله والله ما نتركها ولا وأن نروح لكنهم مثل أعلى في الطاعة رقم ثلاثة المؤمن يحب المهاجرين فقد رضي الله عنهم ويحرص على الاقتداء بهم نقتدي بهم في التضحية في الطاعة لله سبحانه وتعالى بسبب يلا أبيكم تحركوا عقلكم شوي تقول لي ما هي القيمة المستفادة من الدرس عبوا الصحابة رضي الله عنهم أحسنتم وأبدعتم نحن نحبهم حبا لأننا نحب الله ورسوله من حبنا لله أننا نحب كل من أطاع الله وكل من ضحى من أجل دين الله سبحانه وتعالى فحب الصحابة هو طبعا دين عندنا طيب المظاهر السلوكية يا شباب ما الذي يمكن أن نمارسه ونعمله من خلال درسنا لهذا اليوم يلا رقم واحد أحسنتم وأبدعتم أقتدي بأخلاق الصحابة رضي الله عنهم إذن هم مثل الأعلى في الأخلاق فنقتدي بأخلاقهم الثاني أقرأ سيرة ومواقف الصحابة مع رسولي صلى الله عليه وسلم وأنا أنصحكم يا شباب أن تقرأوا كثير جدا عن حياة الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ففيها المتعة وفيها أيضا تزديد قوة إيمان قوة عبادة قوة طاعة قوة تشمير في الطاعة والعبادة ومنافسة في مجال الخيرات أعطيكم العافية يا شباب الآن نبقى مع شباب تقويم بعض الأسئلة نختبر فيها مدى فهمنا للدرس يلا يا شباب يقول لك يا شباب ضع خطا تحت التكملة الصحيحة لكل عبارة مما يأتي رقم ألف مهاجر عظيم منعه أهل زوجته من أخذها معه فهاجر وحيدا هذا المهاجر من هو اللي منعه أن يهاجر بزوجته أبو سلمة ولا عمر بن الخطاب ولا أبو بكر رضي الله عنهم أجمعين يلا شباب يلا تفضل أحسنت وأبدعت إنه أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه منعه لكنه ما قال والله باقعد مع زوجتي وكذا لا قال طاعة لله ورسوله بترك زوجتي وأولادي وهاجر طيب الثاني يا شباب هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة كانت في عام الحزن قبل الهجرة للحبشة بعد بيعة العقبات الثانية يلا يا شباب من يا شباب جاء بتفضل إذن كانت أحسنت وأبدعت كانت بعد بيعة العقب الثانية هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة بعد بيعة العقب الثانية وقلنا أنه بايعه عليها 73 رجل ومرأتان نعطيكم العافية يا شباب ويبارك فيكم ويسعد أيامكم بكل خير درس ممتع وماتع وجميل جدا يا شباب قدوتنا رسول الله وقدوتنا الصحابة نطيع الله ونزداد تضحية نزداد عبادة أشكركم شباب جميعنا على حسن الاستماع على حسن المشاركة على حسن المتابعة يعطيكم العافية يا شباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أمل اللقاء بكم في حسن القادمة مع السلامة الله أحلى شباب